السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد الشريف وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انجليش من الآخر بيز بابو نيو انا محمد الشريف مكملين ان شاء الله مع بعض شرح أجزاء الكلام بارتس اوف سبيتش وآخر فيديو تكلمنا فيه عن الفيرب اللي هو الفعل وقلنا انه تلت اقسام من فيرب اللي هو الفعل الرئيسي او الاساسي اوكسولييري فيرب اللي هو الفعل المساعد ومودال فيرب اللي هو الفعل النعص ووكلمنا بتفصيل في الفيديو اللي فات عن من فيرب الفعل الاساسي وقلنا انه هو الفيرب اللي لا يمكن تستغنى عنه الجملة اللي هو بيدي معنى للجملة وان بيبقى له ثلاثة صريف وان منه عادي اللي هو regular ومنه شاز اللي هو regular وقلنا الفرق من العادي والشاز ان العادي اللي بينتهي تصريفه التاني والتالت بED اما الشاز اللي بينتهي تصريفه التاني او التالت بغير ED والتفاصيل كلها موجودة طبعا في الفيديو اللي فات النهاردة ان شاء الله هنكمل الشرح وهناخد القسم التاني من الافعال او النوع التاني من الفيربات الفيربس وهو الاكسولياري فيرب اللي هو الفعل المساعد ونبدأ مع بعض ونشوف اول حاجة عندها جماعة في الاكسولياري فيربس لازم نعرف ايه هي اصلا الاكسولياري فيربس اللي هي الافعال المساعدة وهما ثلاث افعال فيرب to be فيرب to have و فيرب to do يعني be و have و do دول التالت افعال المساعدة اللي في الانجلش طيب ليه تسمت افعال المساعدة قال لي لانها تتحط قبل الفعل الرئيسي او الاساسي اللي اتكلمني عنه مرة اللي فاتت عشان تديله زمن معين تديله زمن معين مثل مثلا play لوحده ده infinitive مصدر عايزة خليه مضارع مستمر او ما حطوله ايه verb to be قبله ويبقى i n g هو تمام verb to have لما حطه مثلا قبل الفعل الاساسي هيخلي الزمن present perfect اللي هو مضارع التامع طبعا الحياة دي بتفصيل ان شاء الله نتكلم عنها لما نتكلم عن التنسة زيليل ازمينها ولكن بس انا عايز اقول لكم ليه تسمت افعال المساعدة لانها تضحط قبل الافعال الاساسية لتغيير زمنها مش معناها بتغيرش المعنى بتغير ايه الزمن انما الافعال المساعدة دي لها معاني خاصة بذاتها هنتكلم عنها كل واحد معناقي اول حاجة عندي verb to be verb to be اللي هو الفعل يكون ده طبعا هنتكلم عنه في present في المضارع التصرف الاول في past الماضي التصريف التاني وفي past participle اللي هو اسم المفعول التصريف التالت قال لي i اللي هو انا في المضارع يكون اسمها am يعني i am او i am في الماضي يبقى was اللي هو معناها كان طبعا ام يكون was كان وبين ده التصريف ايه التالت he و she و it والمفرد في المضارع بياخدوا is he is she is it is علي is زكاة is ماشي في الماضي هيبقى was معناها كان برضو وفي تصريف التالت اسمه been بعد كده عندي they و you والجامع وطبعا معهم we دول بيجوا معهم are يعني يكونوا وفي الماضي اسمه where والتصريف التالت في التالتة متشابه اللي هو been طيب نشوف امثلة كده ونشوف معناها ايه لما بيجي لوحده وان معناها يكون انما لما هيجي مع الverb الاساسي مش هيتغير ايه معناها نشوف مثال كده ونفهم مع بعض لما قول الجملة زي i am playing football i am playing football now يعني انا العب كرة القدم الان هنا يا جماعة انا ما ترجمتش am تمام ما ترجمتهاش ما كانش لها معنى هنا في الجملة ولكنها لما تحطت قبل الverb اللي هو playing خلت الزمن ده present continuous اللي هو مضارع مستمر تاني بق يبقى هنا لما حط الverb اللي هو المساعد سواء كان verb to be verb to have verb to do قبل الفعل الاساسي تمام هيغير زمنه هيغير زمن ايه الفعل ولكنه بقى مساعد له مالوش دعو بالمعنى ايه نهائي انما لو جيه الواحده بقى هيبقى معناه يكون وعشان ما يبقاش مساعد مش هيبقى بعده فعل أساسي مش هيبقى بعده فعل أساسي ما لقى بعده ايه بعده صفة بعده وظيفة بعده اسم شخص تمام ايه ايام تيتشار او انا اكون مدرس تيتشار ده اصلا مش فعل فبقى ايام هنا معناه ايه يكون مش مساعد فعل اساسي اقول ايام طول انا ايه انا طويل ايام بعدها صفة بقى معناها ايه برضو معناها يكون يبقى تاني نقول ان الفربات اخنا فربتو بي الاول فربتو بي اللي هو الفعل يكون ده لما ييجي بعده فعل اساسي من الفعل اللي كان معناه في الهدي لو فات هيبقى تغيير للزمن ملوش معناه في الجملة يعني ما قول مثلا ايام بلاينج فوتبول ناول مثلا اللي قلت عليه دوت هنا انا العب كرة قدم الان اهو تجهلتو خالص ما قلتش معناه ما قلتش انا اكون العب لا انا العب كرة قدم الان لما شلت الفعل اللي هو بلاي بقى 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 شففعل في الجملة وقلت ايام تيت شر وقلت ايام طول هنا بقى معناه ايه بقى معناه يكون نكمل مع بعض ندخل بعد كده على الفرب التاني من افعال المساعدة الاكسولياري فيرب have وهاف له معنين معناه يتناول ويتناول الجمعة ليه يأكل او يشرب ومعناه كمان يمتلك وطبعا فيرب have معناه يتناول بيساوي eat وdrink مع بعض انما eat يأكل بس وdrink يشرب بس have eat تنفع مع المأكلات وإيه والمشربات طيب have مع I we وتناول والماضي منه اسمه had وبرضو البست برتسبل او تصريف التالت اسمه had اما مع he وش و it والمفرط هيبقى اسمه has يمتلك برضو او تناول والماضي وتصريف التالت اسمه had وبرضو ازا ما اتفعنا يا جماعة لو جيب عاديهم فعل اساسي بيكونوا مساعدين لتغيير الزمن ملهمش معنى زي ايه مثاله i have cooked pizza او i have baked pizza لاتنين صح يعني انا عملت ايه pizza لو انت اخدت بلك هنا هتلاقي ان الجملة اضغرش معناها او انا طبخت او خبزت او عملت pizza هل هف هنا قلت يا تناول او يمتلك خالص نهائي ليه المعنى بتاعه تلاشا او ان شاء لان بعد ايه اساسي اهو she has eaten fish هي كلت سمك تمام طيب فين هز هنا ما قالوش اي معنى ده انا قلت ايت اللي هو يأكل اهو هي اكلت سمك المال هز هنا لازمته ايه هف هنا لازمته ايه مجرد فعل مساعد لتغيير زمن الجملة زمن الجملة دي يا جماعة اسمه البرزنت بيرفكت اللي هو المضارع التالي تعالي بقى نشوف لو الجملة ما فيهاش فعل اساسي يعني لو هف وهاز وهات جايين لو وحدهم هاي بقى معنىهم ايه بقى ايوة معنىهم يتناول او يمتلك هاي بقى نشوف مثال اهو بيقول they have cars هم يمتلكوا عربيات يمتلكوا ليه عم هنا لان ما فيش هنا verb ما فيش هنا فعل اساسي هنا في الجملة هف هو بقى الاساسي بقى معنى يمتلك او تناول علي هاز ابن علي يمتلك الم اهو برضو هاز هنا ما فيش بعديه فعل ما فيش بعدي ايتن ولا كوكد ولا اي حاجة من ديت فاروح توكد بمعنى يمتلك وبعدي ايه الشي اللي بيمتلك وعلي يعني علي هاز ابن علي اساسي من اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات ملهاش معنى هي مجرد انها بتنحط لتغيير زمن الجملة تمام انما لو جد بدون فعل بعدها يبقى معناها اصلي عادي فرب تو بي اسمه يكون وفرب تو هاف اللي هو يمتلك او يتناول هنخطب مع بعض يا جماعة باخر فرب عندي في او الافعال المساعدة وهو الفرب تو دو اللي هو الفعل يفعل دو يعني ايه يفعل اي وي وذي ويو والجماعة بياخدوا دو في المضارع يفعل دد في الماضي فعلة والبسط بارتسبل دون وهي وشي وإت والمفرد بيبقى داز في المضارع دد في الماضي برضو ودون في التصريف التالت برضو استخدام فرب تو دو اكتر بيقى في النفي وفي السؤال فهنا يقول لك what did you play yesterday زي ما تفقنا او did معاه في جملة ايه play ده فعلة اساسي did ملوش اي معنى هنا تفقنا خلاص افعال مساعدة معاه في الجملة فعلة اساسي المعنى بتاعها بيتلاش what did you do yesterday ماذا لعبت امس ولا لو اي معنى هنا تمام انها في النفي طبعا هيدي معنى اي دونت لايك دوكز انا لو احب الكلاب انما نقصد ان الفعل المساعد هنا بيجي قبل الفعل الاساسي لتغيير يا جماعة ايوة لتغيير زمن الجملة او السؤال تمام طيب هيجي من غير فعل قولوا انتوا بقى هيجي من غير فعل اساسي ياخد معنى ايه معنى الاصلي اهو my mother does the house work every day هل هنا بعدها فعل اساسي لا تكلمة مش فعل اساسي طيب الفرق بين home work و house work home work اللي هو واجب المدرسة اللي هو الكتابة والحفظ والتسميع والحل وكده انما house work اللي هو شغل البيت اللي بتعملوا الامهات بقى وكده اللي هو الكنس والمسح والطبخ والحاجات دي تمام فيبقى my mother does the house work every day يعني ما هو بتعمل شغل البيت كل يوم هنا لو خدت بالكم هتلاقوا ان does ما جاش فهينا بقى معناه ايه يؤدي او يفعل ماشي اقول بس ملحوظة اخيرة واقولها كمان مرة هو الافعال التلاتة اللي هم be have do معنيهم be معناه يكون have يمتلك او يتناول do معناه يفعل التلاتة يا جماعة بيختفي معناهم تماما لو جب عديهم فعل اساسي اللي هو ايه فعل الاساسي دوت على الفيديو اللي فات اللي هو يلعب يشاهد يتكلم ينام يسبح يغني تمام الافعال دي لو هم جم قبلها بقى معناهم ايه متلاش مش موجود بشيل المعنى خالص انما ياخدوا معناهم الاصلي لو مجاش في الجملة فعل اصلي I do homework انا بعمل الواجب I have been انا عندي الم I am teacher انا مدرس بقى معناه ايه بقى معناه تمام يارب يكون الفيديو سهل في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون حيز اعجاب حضراتكم لا تنسوني من صالح دعائكم ولا تنسوا تشيروا لكل اصدقائكم عشان الكل يستفيد وتابعوني ان شاء الله للمزيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته